السلام عليكم معكم محمود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له بإذن الله ثم أما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثرة وقالها في موقف بسيط جدا خلى قطة قسمت ظهر الحمير قطة صغيرة ولا كبير آي إن كانت اللي طلعت على الشيخ الذي كان يصلي التراويح وملس عليها كده وطلعت وتعه وقربت منه وكأنها بتبوسه وبتاعه ونطته خلال مشهد ما خدش ثواني ولكن مليار مشاهدة وإيه الناس شافتها أكتر من مرة وناس كتير اتكلمت عليها وإيه المهاجمين للإسلام طلعوا برضو زياته والناس اللي لم تعجبهاش أي حاجة زياته وقعدوا ينتقدوا بعض دول ينتقدوا إن دول شوفوا عملوا منها هالة إزاي والتانيين برضو رح هم هيصين طبعا أنتو كمان عملتوا هالة كل واحد هيص بطريقته وسخر من الآخر بطريقته ولكن الشاهد في الموضوع والاستفادة النهائية هي إن في حاجات كتيرة أو مظاهر كتيرة اللي هو الشخص الملتحي أبو دقن واللي هو الإسلامي بالتحديد لأن فيه طبعا في روسيا ناس كتير ملتحين ودقنهم طويلة ولكن هي عادة موضة يعني طالعة في روسيا ولكن مش مسلمين ولا تدول على أي شيء يعني ولكن الشكل الإسلامي كان دايما عليه علامات استفهام وعلامات تخويف جيل مشهد ده واللي شافه جزء كبير من العالم لغير هذه الصورة وفيه ناس كتير أنفقت أموال لتجعل الصورة دي بشكل معين وتيجي بحاجة مجانا كده تغير الصورة دي بشكل كبير أو بشكل حتى جزء فسبحان الله إن قطة تغير وجهة نظر ناس كتيرة أو على الأقل تديهم أو انتباه أو تخليهم يعيدوا نظر أو 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 فشوفوا في حاجات بسيطة ربنا لما يريد الكل يبقى سعيد طبعا أنا مش هحلل الموضوع ما مش قصتي يعني أنا أقول أصل القطة طب هم مش عارفين طب بقية الحيوانات إيه حكمها بغض النظر طبعا وفي ناس قالك دي ممكن تنقض الوضوء لأنها ممكن قطة شوارع فتبقى نجسة فالمفروض إن الإمام كان يسلم مثلا ولا بعد ما يخلص يروح يتوضى كل واحد طبعا إيه حللها بس أنا مش قصتي القصة دي خصتي إيه الناس اللي هي بسا إيه سخنة على الإسلام كده اللي هوا ما بيعجبهمش أي حاجة فيها إسلام على الماشي والعجيب إن هم يدعو يدعون أنفسهم إنهم مسلمين فبس عادي يعني ممكن واحد مصري بيجتمل مصريين واحد عراقي بيجتمل عراقيين واحد مسلم يجتمل المسلمين أو يعيب على المسلمين أو مش عاجبوا المسلمين عادي موجودة مش دي القضية القضية هو إن أي حد كاره سواء مسلم أو غير مسلم كاره للمشاهد الإسلامية خد الموضوع ده قالك أوه تكئ بقى يقولك شوف بيقلهه الراجل أو عملوا منه هالة أو بتاع الراجل ما طلعش قال أنا راجل بركة وتعالوا تباركوا بيه القضية لا تدل على التبرك ولا أي شيء القضية في بيوت العالم كله يعني موجودة وبتعمل حاجات نوادر وغريبة وأصوات غريبة فبرضو القضية ما عملش اختراع ولكن تركيبة دي على دي يشاء ربك الكريم إن توصل صورة معينة لناس معينة بشكل معين في توقيت معين في ثواني زي برضو كاس العالم اللي في قطر ناس كتير قالوا لا ده ما عملش حاجة وإيه اللي عملته مثلا هي هادة الناس للإسلام هو ده اللي انتوا فالحين فيه آه فرقته بتاع برضو بحاجات بسيطة جدا فيه إطار كاس العالم اللي كانت معمولة على جانبها كده جانب الحفاوة اللي شافوا عن قرب الشعب العربي عامل إزاي شافوا بعينيهم ما سمعوش بودانهم تفرق كتير فغاد غيرت وجهة نظرهم ورجعوا بلادهم غيروا وجهات نظر الناس اللي يعرفوهم عن الشعب العربي أو الإسلامي أو العدد بتاعتنا فكل الحاجات البسيطة اللي حضرتك بتفضل سنين ممكن تدفع فلوس وتخطط عشان توصل لها ربك لما يريد بتتعامل ببلاش على جنب كده وبحجم كبير فدي اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة أن ما تيقسش من رحمة الله شوفوا الكورونا فيروس اللي ما حدش عارف كان هتخلص إزاي بينما أنا في القناة دي وفي الحلقة يمكن مش فاكر رقمها بس كان قبل حتى ما رقم كانت حاجة زماني يعني يما كان الكورونا فيروس في عزة قلت لكم الفيروس ده ينتهي إزاي أنا مكنش بشم على ظهر يدي ولكن الشاهد التاريخي بيقول كده أن ربنا أذن أن دورة حياة الفيروس ده تنشط وفي وقت آخر سيأذن الله أن تنتهي دورة حياة هذا الفيروس فجأة هنلاقي الناس ما بتعيقش ما بتموتش من غير بقى باكسين ولا من غير أسباب زي ما جي من غير سبب بيمشي من غير سبب بسبب أن أذن الله أن يأتي وأذن الله أن يرحل أو أن ينتهي ده كان كلامي في الحلقات أولتها في حلقتين ثلاثة زمان في القناة قلت لكم إزاي كان الكورونا فيروس في عزة كان سنة 2020 و2021 فجينا في 2022 وانتهى خلاص قال لك ما فيش كورونا جماعة نزلوا بقى وخلاص ولا باكسين بقى ولا بتاع الناس تكسف حتى تطلب من الناس او انهم هياخدوا اللقاح لأن خلاص الفيروس دورة حياته المدمرة أو القاتلة انتهت بإذن الله فأي حاجة بتتعب عليها وبتكتهد عليها ما تقنقش من رحمة الله لأن فجأة كده بسبب أو بدون سبب سيأذن الله بدون سبب حتى يعني أنا بتكلم بدون سبب إيه بدون سبب نحن نعلمه ولكن السبب يعلمه الله عز وجل هو بيسببه الحاجة دي ترحل في توقيت معين بترحل في توقيت معين احنا كلنا نأذن إن الموضوع ده يرحل في هذا الوقت ولكن يا شاء الله قال لا يرحل اليوم يرحل في الغد أو بعد شهر أو بعد عام فسبحانه مقدر المقادير كل شيء خلقه الله بيقدر شيء يبسطه وشيء يقدر عليه ويخليه ديء وعسر سبحان الله وبحمده فعلا الفيديو ده بتاع القطة قسم ضهر حمير كتير جدا كانوا لا يطيقوا للإسلام ولا كما لو الأجانب بيتفعلوا بتاع بقوا بيشدوا شعرهم يقول لك ايه ده يعني ده شغلنا السنين دي كلها في هدم صورة الإسلام اللي بالشكل ده وييجي واحد بالشكل ده يعجب الناس الأجانب اللي احنا بنحاول نصدر للأجانب إن دول هم الوحشين فسبحان الله ربك رب قلوب ربنا فعال لما يريد ربنا سينصرك في الآخر مدام معك الحق مدام حضرتك ما بغيتش على حد مدام حضرتك ماشي في طريقك ومش مركز مع حد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك نراكم على خير وفي خير دموان في حفظ الله سلام عليكم